أهلا وسهلا بكم في قناتكم أسرار نجوم اليوم مش نحكي لكم على طلاق على الشابي وزوجته رملة ذويبي اللي خرجوا الزوز وصرحوا عنه على طلاق ممكن الواحد كان عنده طريقته في أعلان الانفصال وقلنا اللي أعلن على الشابي طلاقه من رملة ذويبي كان فيه برشا قوة وخبت برشا قسوة على عكس رملة ذويبي اللي تبين أنه قرار طلاق مهوش مش يكون سهل عليها بالكل قالت نحب بعضنا أم المشاكل والظروف هي اللي غلبتنا والمفاشئة نلقاه عليه الشابي بعد مهبت في حسابه الشخصي انستغرام قرر انفصال على زوجته رملة ذويبي يتوجه برسالة جديدة بثانية رملة ذويبي كانت رسالة قوية نفهم منها برشا حاجات على عكس رسالته الأولى وأهم ما جاء فيها الحياة فرصة وحيدة تتعلم فيها برشا حاجات مرة تربح ومرة تخسر وحتى كيف تخسر بأخلاق وتربية ما تنكرش العشرة قال عجبتني استطوي رملة خاطر فيه برشا حب واحترام مقدر الانفصال خيار اخترناه خاطر الناس تعبونه تعبتنا المشاكل وتدخلكم فينا قال سايبولو مرة تعيش حياتها طلقنا امارنا مازل نصحاب وأحباب تستحقني تلقاني ونستحقها نلقاها عائلتها عائلتين دافع عليها منتهى الحضارة انك تكون واعي ومتربي ومتخلق حتى في النهايات بربي سايبوا الناس تعيش حياتها وكل واحد يتلها في روحه هكا كانت رسالة على شابي تحمل برشا معاني موجهة رملة طاليقته كأنه قاعد يقول لها الحياة اعطتك فرصة وحيدة وانتي خسرتها اما عجبتني كيف خسرت باخليق وطربية ومنكرتش العشرة اللي كانت بناتنا دونك على شابي يعتبر رملة ذويبه اللي خسرت بقرار الطاليق لكن هو الحدث هذا ما اثرش فيه وكان قوي وسامت زامة هذه هي الحقيقة انه على لا يباري بقرار الانفصال من زوجته رملة ذويبي او انه قاعد يخبي في وجاعة وما يحبش يظهر ضعفه للناس انتو ما اعطونا رايكم في رسالة تعالي حطوا جامعة الفيديو ما تنسوش بشتركوا في القناة وتفعل الجرس بش يوصيلكم الفيديو القادر